السلام عليكم اهلا بيكو في مطبخ موني النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الحليب المكسف المحلة هنعمله مناسب للكيتو دايت بتلت مكونات بس طريق التحضير سهلة جدا وسريعة ان شاء الله هيعجبكم يلا بينا نعمله مع بعض المكونات معانا تلت مكونات بس معانا هنا كريمة الخفق دي 250 ملي هنستعمل القلبة الصغيرة ولو مفيش القلبة الصغيرة وعندوك العلبة الكبيرة يبقى تملك كوب بالاكواب العيارية دا برضو نفس الحجم 250 ملي يعني اما العلبة الصغيرة او تاخد كوب بالاكواب العيارية 250 ملي وكمان معانا سكر استفية انا واخدة منه معلقة ونص كبيرة او ممكن نستعمل الازرف الصغيرة ناخد كسين او تلاتة طبعا السكر بيكون حسب الرغبة المكون الاخير معانا هو الزبدة معايا هنا تلات مكعبات من الزبدة الحجم بتاع كل واحد فيهم 10 جرام يعني معانا 30 جرام من الزبدة يعني حوالي معلقة او نص كبيرة من الزبدة هنجيب دلوقتي اناق وهنحط فيه كريمة الخفق اخد بالكو احنا لسه مولعناش نار البتجاز زي ما قلتلكم 250 ملي من كريمة الخفق هنحط عليها دلوقتي 3 مكعبات من الزبدة كل مكعب 10 جرام يا جماعي يعني حوالي معلقة او نص كبيرة من الزبدة وهنضيف عليهم دلوقتي معلقة او نص من السكر طبعا سكر استفية او اي سكر مناسب للكيتو وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده لغاية لما السكر يدوب مع الكريمة وكمان الزبدة تبدأ تسيح طبعا احنا مشغالين البتجاز على نار متوسطة وهنا خلاص السكر داب وكمان الزبدة بدأ يتسيح معانا طبعا يا جماعة بنفضل كده تقليب مستمر لغاية لما نوصل للقوام اللي هنشوفه في اخر الفيديو هنا الزبدة سحت معانا خالص وهتحسوا كمان ان الكمية بتقلب التدريج كده وكمان القوام بيبدأ ياخد معانا زي القوام الحليب المكسف يعني القوام بيكون سميك شوية طبعا مع تقليب مستمر كده لغاية لما الخليط يبدأ ان هو يغلي بالشكل اللي قدامنا ده هو كده وصل لمرحلة الغليان طبعا مع تقليب مستمر يا جماعة ما تسيبهوش ابدا ونجيب اللي على الطروف كده ونقلب باستمرار انا عملكو زوم عليه علشان تشوفوا معانا من قريب شكله عامل ازاي شايفين بيغلي معانا بس هو لسه ما وصلش لمرحلة الحليب المكسف الكمية بتقله كمان بتحسوا وانتوا بتقلبوا كده ان بدأ القوام يتقل شوية شايفين بيغلي معانا كده هو لسه بس عليه اقل من دقيقة ويبقى معانا جاهز شايفين كده القوام واللون بتاعه وبدأ ويبقى زي الحليب المكسف بالضبط طبعا مع تقليب مستمر وها تروغ على الطروف يا جماعة علشان ما ينشافش شايفين بدأ ويبقى معانا زي الحليب المكسف ودلوقتي خلاص بقى معانا احلى واجمل حليب مكسف مناسب للكيتو دايئت شايفين القوام وشكله عامل معانا ازاي زي الحليب المكسف بالضبط دلوقتي احنا هنسيبه jakby Rod شوية انا دلوقتي سبته ايبرد شوية مع تقليب مستمر كنا انا قفلت خلاص نار البتجاز وخلاص هو برت معايا يلا بينا بقى نشوفها نحتفظ به ازاي وخدوا بالكم كل ما بيسقع كل ما القوام بتاعه بيتقل انا هجيب دلوقتي برطمان او علب التلاجة وهحط فيها الحليب المكسف شايفين القوام بتاعه زي الحليب المكسف الجاهز بالزبط وبيكون معانا احلى واجمل حليب مكسف مناسب للكيتو دايت وده بيكون القوام بتاعه زي الحليب المكسف الجاهز بالزبط وان شاء الله هنستعمله في حاجات كتير جدا الايام الجاية وبنحتفظ به في التلاجة وهتحس ان القوام بتاعه لما تخرجوه من التلاجة تقيل شوية عادي جدا هو كده زي الحليب المكسف الجاهز بالزبط ودلوقتي هكتب ليكم المكونات والمكتير علشان تعرفوا ان انتوا تصوروها وده كان فيديو النهاردة طريقة عمل الحليب المكسف المحلى مناسب للكيتو دايت بمكونات بسيطة اتمنى يكون الفيديو عجبكم اذا عجبكم الفيديو بتاع النهاردة اشتركوا على القناة فعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي ارفعوا الفيديو باللايك والشير وتعليقاتكم الحلوة وبالف هانا وعافية